بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أبوث رحمة العالمين مع كنز عظيم جديد من كنز السنة لا يعلمه أكثر الناس روى الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك بسند صحيح وصحح أيضا الإمام الذهبي عن سعد النبي قاس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال حين انتهى إلى الصف اللهم أتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فلما قضى رسول الله الصلاة قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله انتبهوا إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله قال علماء تعليقا على هذا الحديث أو شرحا لهذا الحديث من قال هذا الذكر بعد الإقامة وعند الوقوف في الصف للصلاة أعطي أجر شهيد أعطي أجر شهيد أعطي أجر شهيد أعطي أجر شهيد كنزة عظيم جدا من كل السنة لأن ما هو أفضل شيء ما هو أفضل شيء يعطى لأي إنسان صالح يعني منزلت الشهداء طبعا هذا قالوا يعني قاصوا لهذا الحديث قالوا أن هذا الذكر يقام لأن هذا الصحابي جاء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مصلي فعلا فقالوا إنسان إذا أتى إلى المسجد مبكرا وهذا هو طبعا هذا هو الأصل إن إنسان إذا أتى إلى المسجد مبكرا ووقف في الصف قالوا عند الإقامة عندما يقام للصلاة يقول هذا هو ووقف في الصف لكن الصحيح أن هذا الذكر ليس حكرا على الصلاة فقط يعني من ممكن أن ينقل بعد الصلاة من ممكن أن يكون وردا ثابتا في أسخار الصباح والمساء المرأة تقوله أيضا يعني جائز أن المرأة تؤذن تقيم الصلاة لنفسها تقيم الصلاة لنفسها يعني تقيم الصلاة وتقول هذا الدعاء قبل الصلاة يكون وردا ثابتا مع أسخار الصباح والمساء مع إخلاص النية واحتساب الأجر أنك تقول هذا الذكر لكي توفق إلى منزلة الشهداء اللهم أعطيني اللهم أعطيني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحي إيه لشيء أفضل إيه أفضل شيء يؤتاه عباد الله الصالحين الشهادة الشهادة في سبيل الله فأريد كلنا نحافظ على هذا الزكر أو هذا الدعاء عندما تدخل للرجال عندما يدخلون يقفون في الصف وعندما يتقام الصلاة قل هذا الزكر مع أسخار الصباح والمساء مثلا قل هذا حتى يكون وردنا العلماء قالوا إيه ما نقولهم الدعاء أقولهم الإجابة إذا الإنسان ألهم الإكثار أنا كنت قلتلك قبل كده الإنسان يكسر من قول سبحان الله مرزقني الفردوس الأعلى بغير سبيقة حساب العذاب مع أسخار الصباح والمساء زيماما تقول اللهم أرزقني الجنة أو اللهم أagarوني أجلني من النار ثلاث مرات اللهم أجلني ه Им أن يأسألهم الجنة فالجنة بتتكلم والنار بتتكلم 2 اللهم أدخله تمن اللهم أجلني من النار النهر بتتكلم ونقول that وقلت لكم خياسا على ذلك قل الله أرزقني في الدرس الأعلى ببعلا حساب العذاب فيذ الأمكان رغبما تتكلم في الدرس الأعلى من أجلك هل تقول كما علماء قالوا من أكثر من الدعاء. حتى ابن القيم قال هذا. ابن القيم قال ابن القيم قال من ألهم الله على إكثار من الدعاء بالفردوس الأعلى فهو من أهل الفردوس الأعلى. فقلت لكم حديث عظيم. يعني تساوت حسنات رجلين ودخل أحدهم الفردوس الأعلى والآخر حرم في الدرجات الأدنى. فتكلم الرجل التي في الدرجات الأدنى قال يا رب تساوت حسناتي مع اخي هذا. فأدخلته الفردوس الأعلى ولم تدخلني. فقال له انه كان يسألني ان ادخله الفردوس الأعلى. فأعطيته سؤله. وانت كنت تسألني ان اجيرك من النار. فأعطيتك سؤلك. انت عمرك قلت لي الفردوس الأعلى. انت دائما تقول لي اراهم اجلني من النار. فدقيتك من النار ودخلتك جن على قد حسناتك. لكن التاني عنده نفس الحسنات بس كان بيكسر. فأنت بتقول هنا. اللهم اعتني افضل ما يقطع عبادك الصالحين. ايه افضل شيء. الفردوس الأعلى. وانزلت الشهداء. فلما الرسول سمع. سمع هذا الصحاب يقول هذا الدعاء عطول. اول ما خلص الصلاة ربما اوحي الرسول صلى الله عليه وسلم هو يصلي او نفسه في روعه ان الرجل ده شهيد في هذا الدعاء. فالرجال يحافظون على هذا الدعاء. مع كل صلاة. في مع الاقامة والمرأة تقوله بعد كل صلاة. ولا معنى ان يقال مع اسكار الصباح والمساء. لا معنى ان يقال بعد كل صلاة. مع استحضار النية واحتساب الاجر ان ربنا يرزقك. منازل الشهداء او منازل او الفردوس الأعلى. فانا هكتبكم بالكلاء الحديث في الوصف. انسخوا من شروع ونشر هذا العمي في ثواب العظيم. انا علم علما في نوع اجر من عمل بها ومن قيامة. ونسوش تفعيل الجرس واشتراح في القناة. ليصلكم كل جديد وساعدوني على الشرس سنة ربيع كل قولي هذا. واستغفر الله ليولاكم.